نرجع لسامي الحريري بكرة حظكم الهلال يلعب مع الفتح ساعد للعفال يمكن رأس الحرب بس هي سلاح ذو حدين يعني غيابات عشرة غيابات ممكن تسبب نوع من التراخي عند الهلاليين إذا تعاملوا مع مباراة الغد بأن مباراة سهلة وغيابات أمام الفتح يعني الفتح بمراد باتنا يمكن يسجل هدف من كرة ثابتة يعني وهذه لعباتهم بصراحة إحنا شوفناهم أمام الاتحاد في خلال تقريبا نصف ساعة تقدموا بهدفين فريق ثقيل فريق داخل الملعب فريق منظم والفتح حتى لو كانت فيه غيابات يعني خلينا نكون واضحين موغلب الغيابات لعبين أساسيين لا يوجد بعض الغيابات من لعبين أساسيين ويوجد بعض الغيابات من لعبين بدلاء لكن النقطة المهمة الغيابات هذه ستجبر الفتح بأنه يلعب بتكتل دفاعي أنا خاف أنه يسمع بكرة جاردين بعد المباراة فيما لو لم يحقق الهلال الانتصار يطلع لك بتصريح مرة ثانية بأنه عندنا تكتل دفاعي من الفتح أمام بوهانك أنت خلصت المباراة من بدلي في أول عشر دقائق أمام الرايد آخر مباراة خليت حدثنا آخر مباراة أمام الرايد والهدف أمامنا الآن في وقت مبكر من المباراة أنت أجبرت الرايد بأنه يخرج من ملعبه وانتصرت لذلك الضغط من بداية المباراة على الفتحة وغير الفتح هو من حق الانتصار لجاردين غيابات الهلال برضو الهلال في غيابات طبعا إشكالية غيابات الهلال أنه الفرج وكنو وناصر يعني كلها في المحور كلها في مكان واحد وهنا إشكالية الغيابات عندما تكون في خانة واحدة ولكن الفرصة غدل لمصعب الجوير أعتقد بأنه الوسط الرياضي بأكمل ينتظر مصعب الجوير وانتظر من جاردين أنه يقدم فرصة للاعب شاب لأنه إذا لم يحضر في مثل هذه المناسبات متى سيحضر لذلك أتمنى أنه ما نشوف خلينا نقول بعض الاختراعات في أنه تحضر لاعب من السنتر من الدفاع وتقدمه محور أو تحضر لاعب من الظاهر وتقدمه محور لا أعتقد أنه غدا هي فرصة للاعب شاب مثل مصعب الجوير أنه يتواجد وأنه يثبت نفسه جاردين للأمانة في عمل مميز يقدمه خلينا نقول حتى على جاب الضباط يعني فيها أمور احنا ما نقدر ننكرها من جاردين ولكن في أمور يجب أنه ينتقد فيها ولكن في الجاب الانضباطي تعامل مع بيريرا تعامل انضباطي يثبت بأنه مدرب كبير يعني ما دال من أول خطأ لا خلينا نمشي المرة هذه لا من أول خطأ تعامل معاه بكل صرامة الجميل في الموضوع الشفافية يعني ما قال له زوجته مريضة ولا طلعوا بالقصص هذه نسمحها في كل دارة الأندية لا الشفافية والوضوح مع اللاعب الكبير والنجم قبل اللاعب الناشئ في الهلال هذه الشفافية تجعل حتى المدر جثق فيك ويقدم لك الشكر النقطة المهمة في مباراة الغد بأنها مباراة جميلة لو انتصر الفتح سنبارك له لو انتصر الهلال سنبارك له ولكن أعتقد بأنه فرصة مواتي الهلالين مباراة على أرضهم وفي ظل الغيابات من الفتح ولكن احترام الخصم هو من يجب لك الانتصار ترى الهلال في آخر ثلاث مباريات ما فاز تعادلين خسارة ولكنه عاد في مباراة كاس الملك أمام الرايد وعاد جزء من الهلال أو نوع من الهلال ولكن أعتقد أنه بكرة مباراة في أرضك وأمام الفتح بالغيابات اللي قاعدين نشوفها أعتقد يجب أن يقدم للهلال مباراة ممكن للهلال يشوفها مرتين أو ثلاث بعد ما تنتهي ترى بعض المباراة حتى وانتصرت فيها واحد صفر يقول لك ما لك نفس تتفرج الملخص حتى ما تصدق أنه فريقك انتصر بعض الجماهير ولكن عندما تكون مباراة بظروف الغد أعتقد بأنه يجب أن تكون مباراة يقدم فيها الهلال الفنون التي اعتاد عليها الوسط الرياضي من الهلال الهلال يقدم مدرسة جميلة دائما طوال تاريخه بكرة القدم البرازيلية وكرة القدم التي تمثل الهلال لذلك يجب أن يحضر الهلال غدا مستوى ونتيجة